السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتي وعلى صفحتي مطبخ ايمان عاطف ناس كتير جدا طلبوا خبز للشوفين يكون بيتنفخ وبيستوي في الطاصة وفي الفرن كمان وبيبقى لي وشه وضهر وبيكون من مكونين بس وسهل وبسيط وما بياخد شوقت تعالوا نشوف عملناه ازاي وسويناه على الطاصة وسويناه كمان بالفرن هنشوف تفاصيل التسوية على الطاصة ازاي عشان ينفخ معايا وتفاصيل التسوية في الفرن عملته كمان من غير اي خماير من غير بيكن بودر ولا خميرة ولا خمرنا ولا تعبنا وهما مكونين اتنين بس تعالوا نشوف عملناه ازاي بطريقة سهلة وبسيطة ومش ياخد منك وقت ان شاء الله عشان يطلع بالجمال ده كله وينفع كمان ان احنا نعمله صندوطشات وينفع كمان ان احنا نفرده فرد رؤية ونعمل منه خبز الترتلة وبنتحكم في حجمه عايزينه صغير عايزينه كبير طعمه رائع يتكل حاف كده من جماله وكمان نباتي من غير بيد ولا منتجات قلبان يلا مع بعض على الطريقة والمكونات بس ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو اعجبكم واشتركوا بالقناة عشان يوصلكوا كل اشعراتي الجزيزة نبدأ ايا في تواصل على النار هضيف كباية من المياه وهضيف كمان معلقة كبيرة من زيت الزيتون ونص معلقة صغيرة ومن الملح وهسيبهم على النار لحد لما يغلوا معايا وبعد كده هنزل بكباية من دقيق الشوفين بعد كده هطفي النار زي ما احنا شايفين وهقلب لحد لما العجينة تبرد وهقلب وهاجن فيها كويس جدا كده لحد لما العجينة تبقى نعمة وطرية هفضل بقى الاول اقلب فيها بالمعلقة كده لحد ما تبرد وبعد كده هبتدي اقطعها لقطع او دواير صغيرة على حسب بقى حجم الرغيف اللي انا عاوزاه عايزة حجم الرغيف صغير عايزة حجم الرغيف كبير ما شاء الله انا عملت اه الرغيف بقى دل كف كده طلع معايا تقريبا سبعة من الارغفة يعني لو عملتي كباية واحدة من الشوفين بيطلع لك سبعة الرغيفة هبدأ ايا انا قطعتهم للدواير دي وبعد كده لما هفرد لكل كورة بقى هبدأ ان انا اخد اللي بيفيد منها وعمل منه رغيف تاني دي كانت بسكوتات حبات القهوة كنت عاملاها لو عايزين الفيديو قلولي في التعليقات وطابعوني على صفحيتش على الفيسبوك بعمل كل يوم بس مباشر لوصفة سهلة ولذيذة وصحية شايفين باي قطاع عندك مدورة وغطع حلة اي حاجة مدورة بتقطع فيها والبواقي العجين ده بلمه وبعمل به رغيف تاني وبنفرد على شوفين برضو على شوفين او ما بينكيسين بلاستيك ادي كده اي عدد الرغيفة وهو طالع معي ما شاء الله سبعة من الرغيفة الاول هنسوي على الطاصة الطاصة على النار على نار عالية وفي طاصة طفال او طاصة الومانيو ما مش هيلزق هحط فيها الرغيف كده في الاول وهسيبه يتشمع وبعدين هضياره مش هضغط عليه لما يتشمع من الناحيتين الطاصة بتاعتي دي كانت كبيرة يعني حجمها تقريبا اتنين وثلاثين وحطت فيها رغيفين مع بعض وبساويهم بيستوي بسرعة برضو عشان في ناس بتسأل ينفع يستوي في الفرن ولا لا هنسوي برضو اه تالت رغيفة في الفرن وهنشوفهم هوما بينفخوا وهنشوف هنسويهم ازاي انا هنا شايفين الرغيف ما شاء الله هو بيتنفخ معي بكل سهولة لما بقى بشمعه على الناحيتين ببتدي اضغط عليه بيها تنفخ بسهولة وبيبقى طاري وجميل عايزينه زي عيش الترتلة بترققوه قوي وانتو بتفردوه هيبقى زي عيش الترتلة تقدروا تحشوه بقى شوير ما تحشوه اي حشوات بتحبوها بيبقى طاري وكمان بيبقى طعمه حلو قوي حتى لو تكلوه حيف كده مش بعول ازيز انا الولاد عندي بيكلو حيف شايفين بقى اللي بتنفخ بالطاسة اول ما بيطلع بتروحوا فاتحينه بالمقص من جوه مستوي لمعجن ولا اي حاجة ريحته جميلة جدا مضيفناش لا خمير ولا بيكين بودر ايدي ده ايه اللي استوى في الطاسة تمام تعالوا بقى نشوف التفاصيل التسوية في الفرن طبعا انا عملت جمان معاكم وصفات كتيرة قبل كده لخبز الشوفين هحطلكو الوصفات كلها في صندوق الوصف والخبز الصحي عمتا يعني بانواع دي مختلفة برضو هحطلكو في صندوق الوصف هسوي كمان رغفين كده على الطاسة من فوق اهمت بعد كده بقى هنسويه في الفرن اخر تلاتة رغفة ده كمان دي كانت عاجينة تانية كنت عملها كنت عملها كنت عملها مباشر برضو على الفيس وكان باقي من العاجينة سويت كنت عاملة يعني كوباية وبعد كده رجعت عملت كوباية شوفان تانية ما شاء الله كله خلص ودايما بعمل العيش ده لانه سهل عملته قبل كده كمان بنخلط الشوفين بنفس الطريقة ينفع تعملوه برضو بديل اصمر نفخ معي اهو بكل سهولة طيب نفتح مقا ونشوفه برضو من الداخل ما شاء الله اهو مستوي مفوش اي حاجة هنا بقى في الفرن حطت الرغيفين ثلاثة رغيفة نحط الصينية تحت خالص اهو تحت الشبكة على الارضية في الفرن وهعلي الفرن وبعدين هقفل دقيقة وافتح وقلب عن ناحية التانية وبعدين اقفل وافتح ما بياخدش يعني اربع دقايق في الفرن وبيتنفخ معي وبيستوي بس اهم حاجة بعلي الفرن وبحطه على الرف اللي تحت في ارضية الفرن وكل شوية بقلب في كده بالشكل ده وهيتنفخ معي برضو كل سهولة عجبني اكتر التسوية اللي على التوصة كانت اسرع بصراحة لكن في الفرن انا يعني كنت كل شوية بقفل وافتح وبعدين اه مش مال كان انا ايه قعد اقلب فيه في الفرن فعلى التوصة بالنسبة لي كان اسهل واسرع يطلع طريق وجميل وسهل وبسيط ما بياخدش وقت كده وبنفس الطريقة والتكنيك عملت انه خيلت الشوفان وبنعمل دي الاسمر بنفس الطريقة وكمان ممكن نعمل دي الشعير بنفس الطريقة اتمنى ليكم مشاهدة ممتعة وتكونوا استفدتوا ما تنسوش اللايك والشير واشوفكم على خير ان شاء الله فيديوهات جديدة قريبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته